كيف كنت جمعتكم نيحة؟ مش كتير مارك؟ درس يعني بشعة انا ما في يقلك انو درس واو شو حلو براو انا ما بحب انت تحب الدرس اكيد لا بس انو ما عم بشجع الدرس بس انو ما كنا نحب الدرس كنتو تحب الدرس يا نور او كتير كمان انت ملا انا معدي بحب الدرس واو شو حلو لا حلو في ناس مزبوط بتحب الدرس هي بحب الدرس خطورة اكيد تكون شي نردك بس حلو انو الواحد يحب الدرس في شيء صار معكم بالجمعة ريتو شيء شيء يقصر فيه كون هكي حلو تفكروا فيها ازابتكم انت اي انا كتير اصار معي كثير في هذه الجمعة وزمع القادية كنت عم بقرأ بتأمل بيحكي عن الأنكر المرساة يلي منكبها تكبها السفينة تتثبت السفينة بالأرض فقريت تشبيه هو كان تأمل على خمس أيام قريت تشبيه صغير كتير حبيت بقولون سفينة تتثبت بتكب الأنكر بالبحر وكلما كان الأنكر منيح وكبير كلما سبتت السفينة مهما أجت عواصف وهزتها للسفينة بتظلها ثابتة على الأرض لأن الأنكر موجود ثابت تحت بالأرض نحن الأنكر تابعنا موجود بالسماء فتخيل أنه أنت الأنكر تابعك موجود بالسماء من أفضل أنواع الأنكر ولا بيخرب ولا بيصدي ولا بيصرروا شي ومش بس هيك نحن بنتحرك مع عواصف الحياة لكن نحن سابتين بالرب يسوع فكان المرساة طبعنا المرساة لفوق نحن هي بتنزل لتحت بس نحن مرساة لفوق وكيف ما تحركنا نحن سابتين معه يعني مهما اشتدت العواصف حوالينا مهما لفينا ودرنا بالعالم أخرتنا نحن رح نرجع نطلع لفوق لعند الرب يسوع فكتير حبيت الصورة وهيك كل يوم برجع بتذكرها وأنا عم صلي وهيك بحس بيسبار لأنه أنكر تابعي ما بيتغير أنا بما أني قلتني عم صلي كيف كون أنتو وصلي هالفترة مارك مش كتير؟ عادي عادي يعني بتحس أنه أنه بتحس عادي لأنه بتحس مرات عم تصلي والاستجابة طويلة تاتيجي؟ مرات عم تكون يعني بس لما أحتاج عم صلي لأنه مرات ما ما أحتاجش شيء أوك شي منيح أنه مرات مش محتاجش شيء بس أنه حلو أنه نصلي بفهمه أنت كيف أنت وصلك مش كتير؟ أنا الصلاة لألي هي كيندف يونيك لأنه أنا بحك معه يونيك يعني مميزة مميزة يعني مش أنه بقول أكي هلا يلا لازم أعود وصلي يعني وينما كون بس هيك ممكن أوقات بحك معه فبالنسبة لألي يعني ها صلاة يعني بكليلو من سيعة اليوم اللايفستايل أكتر أنت كيف عم تلحق؟ بالعكس هالأسبوع كنت كتير حتى بالصلاة وهاكي بداية هذه السنة واحدة من قرارتي أنه لو شو ما نصار يمكن ما وقف الصلاة أو ما أتلها عن الصلاة وهيدي يمكن فكرة تصلوا بالانقطاع أنه كل شي بيصير بحياتي مجدروري أكون قاعد خلوة بالساعات وقاعد أربع خمس ساعات صلي حلو يا ريت قدر أعمل هيك بس كل شي بيصير بحياتي كل حدث من كان صغير أو كبير قدر أربطه بأله قدر أشكر ربنا عليه لو كان سلبي أو إيجابي قدر شوف أنه ربنا شو بدي يعمل منه شو بدي يساوي فيه اليوم ليس قلتكم عن الصلاة وهيك لأنه اليوم أنا وماريان قريت شي عن من العهد الأديم هو تأمل عن القائد قائد أكيد الله كان هو يبارك القائد بالعهد الأديم هو يشوع تمافوت بتفاصيل خبرية هو قائد وكان عم بيخد حرب وهيك وفجأة كان عم بيخد حرب وبلشت الشمس بدي تنزل يعني بلش المغيب وأنا بصراحة الخبرية ما بعرفها بس أثرتني كتير وكننا عم نقريها بالإنجليزية وماريان عم بترجملي بالعربة وهل قد بصراحة دمعت وهيك لأنه بيقول أنه يشوع قد روعت إيمانه وصلاته وثقته بأله لازم ما تنزل كانت الشمس بيقول له الله بيصلي وبيقول له بليز وقف الشمس أنه ما تنزل تنقده نخلص الحرب عضو ويرجع يرجع هيدا عم بعطيها هيك بهالبساطة كأنه ولاد صغار أنا بيخدها للقصة والراب إله الكون وقف الشمس وبيقوله بالإنجليز يعني كأنه أنه فرّز إذا بدكم كيف بس نحضر ديفيدي ونعمل بوز تصوروا الشمس فرّزت والكوكب كله كرمال يشوع والفكرة بتقول إنه هل أنت أو نحنا كل واحد مننا كانت هيدا السؤال اللي إليك إنت عندك هل قد إيمان إنه تطلب من قرى أمور هني ما عم بيشدده بس إنه نشوف الأمور مثل فيلم فينا نطلب إذا الرب بدو إيانا نفرّز الشمس ما شيء طب بيفرزنا ياه بس هل عندك إيمان بصالاتك ومثابرة الصلاة طبعك مثل ما يشوع طلب من الله اللي نحنا كلنا نعبده إنه إنه اللهم استعد يفرّز لك الشمس بقى أنا كتير تأثرت لأنه أنا بصراحة كنت عم صلي لأشخاص صار لعشر سنين بحياتي قاربين مني بعالتي وبعدها الأمور مرات تدهور بيرجع الشيطان هيك بينكزني فيها وبيقول لي ليك ما رح يصير شيء ما رح في شيء يتغير بقى اليوم جددت مع أني ما وقفت صلي لهم بس كنت عم صلي آخر شيء ما عندي إيمان بس لهالأشخاص إنه الشمس رح تتفرّز إنه هالالله رح وكان الجواب لأني كتير رائع إنه إنه يشوع هو واحد مثلنا أشخاص خلقهم الله على الأرض كان يحب الله كتير بقد ما كان هيك لاحق لاحق كلمة الله وبيمشي على أمور الله حتى جرّق يسأل الله فرّز لي الشمس أنا جواتي هيك بحس إنه بساني بعرف أدي الله رحوم بس شو هات طلبة إنه مين مفكر حالك عم تطلب من إله الكون يفرّز لك الكوكب أو الشمس هيك ما تغيب الشمس الساعة لأنت بدك تتخلص الحرب اللي هو يمكن طالبها منه الله بس تجرّق ويقول بقى أنا اليوم رسالتي عم بحكي كتير بسرعة أنا اليوم رسالتي لأنه بقلو ليه ما بتفهم أنت عم تحكي اليوم هيك جواتي لحيال الله حدا أول شي تذكر إنه فيك تطلب من الله يفرّز الشمس بمعنى إذا في شي كتير كتير كبير بحياتك ما عم بصير ومستحة تقول له إيه إذا ما شئت الله ما توقف تطلب الله فيه فرّز الشمس كرمي لك حسب ما شئته الله رح يغير كل الأمور اللي عم تمروا بحياة عائلتك إذا عائلتك ناس بالمخدرات ناس بحياة الله شي هاي متل موضوع الشمس بصراحة بحسهم مرات أصعب وقت حدا من الناس اللي منحبهم وقع بمشاكل كتير كبيرة وصل له عشر سنين عم تصليه بحس إنه الشمس معقول توقف بس هو ما رح يوقف رح يضل فيد بالحيطان بقى أنا بقلكل إنه تجدد عهدي مع أني أنا دايما مصلي والصلاة لقلي منزلة بيني وبين الرب منزلة بمعنى كيف قلت نور مرات بقعد بحكي غير الصلاة اللي بخدها بقعد بحكي بالسيارة وهيك يعني بكون مفتوح أونلاين بيني وبينه كل الوقت بس أنا هيك بقول خلينا كلنا نجدد ونقول إله العهد القديم هو ذات الإله اللي نحنا اليوم نحكي فيه هو الله المتجسد بيسوع المسيح إذا طلبنا بيسوع إنه بتفرز الشمس لما شقتك تكون بحياة عيالنا وهيك إي رح يفرز الشمس بقى هيك الحلوة القصة أنا ما بعرفة أنتو بتعرفوها تغريب تقولوا لي إيه؟ أنا مثل ولد صغير أنا واو عم بكتشف شي جديد قصة جديدة بالكتاب المأندس